بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد مرحبا بصديقات العزيزات أصدقاء الأعزاء في سلسلة قصص الأنبياء هذه القصص هي ليست للتسلية بل لأخذ العبر والمواعد حيث أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقص على أمته من قصص الأولين فقال الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص بمعنى قص عليهم قصة نوح قصة هود وصالح والنمرود وقوم عاد وقوم تمود لماذا؟ لعلهم يتفكرون حيث قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نتبت به فؤادك بين الله سبحانه وتعالى أن هذه القصص فيها عبر وفيها مواعد للناس حيث في القرآن الكريم نجد عدد الرسل الذين ذكروا فيه خمسة وعشرون رسولا مع أن الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لعباده أكثر من ذلك بكثير نجد في القرآن قصص تم تفصيلها وأخرى لا قصتنا اليوم هي قصة داود عليه السلام بعد وفاة النبي الله موسى عليه السلام دهب بنو إسرائيل إلى نبي لهم ليدعو الله أن يجعل لهم ملكا يقاتلون معه العماليق الذين أخرجوا بنو إسرائيل من ضيارهم وهزموهم وأخذوا التابوت الذي قيل إنه كان فيه التوراة وعصى موسى عليه السلام وبقية مما ترك هارون عليه السلام فقال لهم نبيهم إن الله قد اختار لكم طالوت ملكا فاعترض بنو إسرائيل على طالوت وقالوا كيف يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك والرئاس منه ولم يؤت سعة من المال فطالوت فقير وليس غني فأخبرهم النبيهم أن الله اختاره وفضله عليهم وأعطاه زيادة في العلم والجسم والعقل حتى يكون واسع الإدراك نافذ البصيرة وحتى يقوى على القيادة وأعمال الحرب ويستحق أن يكون ملكا عليهم جهز طالوت الجيش وخرج للقاء العماليق أعداء الله وكان قائد العماليق رجلا شديد القوة والجسم يسمى جالوت خرج جيش طالوت وتقابل مع جيش جالوت وكان جيش جالوت عظيم العتاد كثير العدد ووقف قائد الجيش جالوت وكان شكله مرعبا مخيفا فقد كان جسده كبيرا وقد لبس الدروع الحديدية ووقف وطلب من جيش طالوت أن يخرج له من يقاتله وأن المقتول والمغلوب منهما يكون أفراد جيشه عبيدا لجيش القاتل فخرج له من جيش طالوت شاب صغير السن قصير القامة أزرق العينين قليل الشعر هو نبي الله داود عليه السلام في بداية الأمر رفض طالوت أن يخرج داود لقتال جالوت لأن داود عليه السلام كان صغير السن لكن داود أصر أن يخرج لقتال جالوت وقال إنه سيقتله بإذن الله تعالى خرج داود عليه السلام وكان معه مقلاع صغير فوضع فيه حجرا وقدف به جالوت فقتله بإذن الله وانتصر جيش طالوت ولما ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين لجالوت وجنوده قالوا ربنا أنزل علينا صبرا لنواجه الأعداء وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت لما قتل داود عليه السلام جالوت قيل إنه تزوج من ابنة طالوت ووارته في الملك وأحبته بنو إسرائيل وصار ملكا عليهم وأنزل الله عليهم الزابور وهو كتاب مقدس فيه تعاليم وأحكام وأوامر من عند الله وقد أنزل على داود عليه السلام في شهر رمضان فصار داود عليه السلام ملكا نبيا وهب الله داود عليه السلام صوتا جميلا بديعا ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عندما يقرأ القرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود كان داود عليه السلام يسبح الله كثيرا ويحمده كثيرا فكان كلما سبح الله أو قرأ في الزابور وقف الطير فوقه في الهواء وسبح الله معه وينصج لقراءة داود عليه السلام وكذلك الجبال فإنها كانت تسبح معه في الصباح وفي المساء حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب صدق الله العظيم كان داود عليه السلام يقسم أيامه يوما للعبادة ويوما للقضاء بين الناس ويوما للدعوة إلى الله ويوما لحياته الخاصة ودات يوم دخل عليه رجلان وهو يصلي في المحراب فلما التفت إليهم قال لا تخف خصمان جار أحدهما على الآخر فاحكم بيننا بالحق ولا تجر إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولنعجة واحدة وأراد أن يأخذها ويضمها إلى نعاجه ليكمل بها المئة قال داود عليه السلام متسرعا قبل أن يسمع جواب الخصم الثاني لقد ظلمت بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه فصعد الرجلان إلى السماء واختفي من أمامه وأدرك داود أنهما ملكان أهبطا إلى الأرض فتنة له واختبارا فسجد لله وبكى واستغفر حتى غفر الله له كان داود عليه السلام كثير الدكر والدعاء كثير الصلاة والصيام وقد وصفه الله بالقوة والصبر على العبادة ووصفه بكثرة التوبة والرجوع إلى الله وأخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبادة نبي الله داود عليه السلام فقال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم تلتة وينام سدثة وكان يأكل من عمل يده فقد كان يعمل حدادا مكت نبي الله داود في بني إسرائيل زمنا طويلا حتى توفي وتولى من بعده ابنه نبي الله سليمان عليه السلام وجعله الله نبيا في بني إسرائيل قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وورث سليمان داود صدق الله العظيم أي في العلم والنبوة والملك والحكم لا في المال لأن الأنبياء لا تورت ما يتركونه بعد وفاتهم فهو صدقه شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء إلى أن نلتقي في قصة جديدة دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع وذائعه على قصة جديدة ترجمة نانسي maiszo وأنبوة